طيب إحنا السؤال كان لماذا يسمح الله بالألم يعني طالما في أسباب ليه لما أقول يعني يعني لما أتكلم عن البركات اللي الرب بيبارك بها إنسان متألم سداني تاني مهما أقول أنا كتبت كتبت كتير قوي عن الواكهة الآخر للألم الواكهة الآخر للألم آه بيسمح الرب بيسمح الرب لكن هل فكرنا في الواكهة الآخر للألم إحنا جينا عند الأطفال وغير الأطفال لأن أنا جاي من مصر وخلال الأسبوع اللي فات فيه ظرفين حصلوا جوه الكنيسة ظرف واحد من اللي بيخدموا في الكنيسة راجل محترم جدا لكن جات له غالبا زبحة أو غيره في ربع ساعة انتقل في ربع ساعة الحادث الثاني بنت عندها 24 سنة من أفضل خدام الكنيسة كانت بتخدم في اجتماع دادي خبطتها عربية دخلت المستشفى بغيبوبة كسر في الجمجمة وأربع تيامه ماتت لا الألام كتيرة كتيرة بشك بشع التجارب اللي بنشوفها لكن هل فكرنا في الواكه الآخر للألم؟ مرات دا مش بيستوعب زي ما قلنا على قضية الأطفال وأنا قلت في الجنازة قلت الرسول بوليس قال يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض إلى آخره كبعد المشأ الله حكمته عالية جدا هل أنا أقدر أوصلها؟ أنا معرفش لكن أنا لما شوف الواكه الآخر للألم لا في واكه آخر كبير جدا اشتركوا في القناة